تعالي نوري لك خبرتين اختحمت منزل متابعة لي على انستجرام سب والدتي يعني هو حكيالي قبل كده أحمد السقق راح لبيت الراجل جراح جابه أنت ممكن تعمل كده هو لازم يعلم علينا في أي حاجة برضه لا مش للدرجة دي طبعا طب أنت استقبلت الموقف ده ازاي هو أنا ساعات كان عندي إخناقة كبيرة مرة على السوشال ميديا كان حاجة مش فاكل من هو كلمني فقال أنا عايزك تهدأ ومش عارفه فقالت له أحمد حصل كذا أنا والله مش فاكرة من موقفها فهو حكيالي دي بقى قال لي أنا في واحد دخل شتى ممي مش عارفه روح تجبته من البيت بس بعد ما جابه يعني سابه يعني أحمد غلبان برضو طيب يعني سابه قاعد يتكلم معاه مش عارفه وبتاع اللي لقيت وقت غلبان وورا كيبورد ومستخبي وبتاع قال لي فاسبته بس أنت متخلم ما يلاقي أحمد الثقق داخل عليك بانت لو أحمد الثقق داخل عليك كافيات كاذا مبدائيا فقال داخل بيتك بس هو على فكرة هو الولد انبسط جدا هو حقق اللي الولد عايزه هو شاف أحمد الثقق عبره بيت بس يا تخد برضو ما انت رايحش هاتم سبب والدته فلاقيت أحمد الثقق في وش تخد طبعا مشكلة مشكلة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر